جاء قرار رفع سعار البنزين في البحرين مشابها لقرارات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن سبقتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتلتها بعد ذلك سلطنة عمان ودولة قطر في حين لا تزال الكويت تدرس رفع الأسعار واتخذت دول التعاون الخليجي هذه الخطوة في محاولة لسد عجز موازناتها المتأثرة من جراء انخفاض أسعار النفط عالميا تفاصيل أكثر في التقرير التالي تحديات عجز الموازنة لا تزال في أوجها مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط معدل لا يمكن أن تعتمد عليه دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل موازناتها شد الحزام جاء سريعا من دول التعاون للتقليل من تحديات العجز المالي وعادت النظر في سياسة دعم الطاقة لتتخذ بعد ذلك حزمة من القرارات التقشفية النزول في أسعار البترول عالميا إلى حد ما كان متوقع أبدا أن يوصل له الحد طبعا نتج عندي كله فجوة كبيرة ما يسمى بالعجز بين المصروفات والإيرادات رفع سعر البنزين خطوة توفيرية مهمة حيث كانت الإمارات أول دولة تتخذ هذا القرار واعتمدت جدول الأسعار العالمية وعقبتها بعد فترة وجيزة المملكة العربية السعودية ورفعت الدعم عن جميع منتجات الطاقة وقبل أقل من أسبوع حذت مملكة البحرين وسلطانة عمان ودولة قطر حذو جيرانها فرفعت أسعار البنزين في حين لا تزال دولة الكويت تدرس زيادة أسعارها لا شك بيكون في تشاور بين الدول الخليجية إلا أن أعتقد كل دولة من الدول الخليجية وجدت نفسها مضطرة أن تتخذ هذا القرار وهالقرار الآن أتخذ وإن شاء الله مردودة بيكون أولا على حجم العجز بقل تقارير اقتصادية أشارت إلى أن تبعات تعديل البنزين من شأنها أن ترشد من استهلاك الطاقة بشكل مباشر وأن تحقق مردودات إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية خصوصا وأن دول الخليج الأكثر استهلاكا استنزافا لمصادر الطاقة النفطية حسب ما أوردته التقارير بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين